السلام عليك في سؤال بيسأل ايه مواصفات الهاردوير اللي محتاجة عشان شغل كويس ببرنامج الفين طيب كلمة برنامج يعني مش برنامج واحد احنا عندنا برنامج كتيرة كل برنامج بيبقى ليه الهاردوير requirement بتاعته يعني لو كتبت اسم برنامج وكتبت require hardware هيتطلع على طبع قائمة كده بالرامات وكارت الشاشة والهارد والحاجات دي كلها بس مبدئيا لو انت عايزة تشغل ما ابعت عن الأجهزة اللي هي البرسونال كمبيوتر اللي هي البي سي ليه ما تجيب جمر وده بيبقى سعره معقول الجمر معروف ان هما ناس بيحتاجوا كارت الشاشة قوي وبيحتاجوا رمات قوية عشان القلب بتبقى حاجة فخمة انا لالعاب اللي بيبقى تبقى اللعب تافة وبسيطة اي حد يلعبها يعني اي هاز ممكن شغل حتى لو بنت يمتوب او workstation الجهاز workstation ده بيبقى ضخمة بس بيبقى غالي بس سعره بيبقى فيه تمام انت رجبت بي سي تلاقي سنة و سنتين وبقى بطيق ومش يمتع تشغل وترميه تمام انما الجمر والworkstation بيقعد معك فترة طويلة يوقع ممكن يوقع معك خمسة سبع سرين شغال كويس لو انت بيتحافظ عليه تمام فكل جهاز بيبقى ليه مواصفات فانت مثلا لو كل شغلك مثلا سريدي ماكس بس يبقى ليه الحاجة سريدي ماكس مش مراجل فين بس بادة رب مساء هتلاقي ان هو ليه requirement معينة لو انت شغل رفت هتلاقي لي requirement معينة ممكن في رفت يولك لأ كانت شوش مش مهمة اهم حاجة عند الرمات فتبدأ تزود في الرمات بس انت شغل كذا برغامك فراه دماغك واشتغل على جهاز يكون قوي جمر او وكستيشن بي سي ده معمول الأوفيس معمول حاجات البسيطة أточ Vogleri بذر بدي أيضا yeah شكرا